خلال استعراض مشروع موزنة العام المالي قادم الرئيس سيسي وجهه بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام وزيادة النمو الاقتصادي الحكومة تبدأ سداد مستحقات الشركاء الأجانب في المشروعات البترونية بإجمالي نحو 20% من المتأخرات وزير الخارجية يستقبل وفدا من حركة فتح الفلسطينية ويؤكد على حتمية وضع حد نهائي للكرثة الإنسانية في قطاع غسة التاسع مساء بتوقيت قاهرة السابع بتوقيت جرينيج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تحقيق الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية لاستعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل وجه الرئيس السيسي بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام وزيادة النمو الاقتصادي اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية وأحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي صرح بأن الاجتماعات تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2024-2025 حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة التي تستند على تحقيق معدل نمو قدره 4% من النتيجة المحلية الإجمالية كما ستشهد تحقيق فائض أولي قدره 3.5% وخفض العجز الكلية على المدى المتوسط إلى 6% من النتيجة المحلية الإجمالية إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو 36% لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه ونمو المصرفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة 29% لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه وتخصيص 575 مليار جنيه للأجور و 636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها 144 مليار للسلع التموينية و 154 مليار لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميا وأثر تغيير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديا كبيرا للمالية العامة للدولة إضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه لتكافر وكرامة وإضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة 30% باعتبارهما أولوية رئاسية لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءا من موازنة العام المالي 2024-2025 أشار الوزير إلى أنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفقا لقراءة موضوعية تعكس كامل إرادات ومصرفات الدولة وهيئاتها العامة موضحا أنه سيتم معرض موازنة الحكومة العامة في العام المالي 2024-2025 وتشمل الموازنات العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية كمرحلة أولى ليبلغ إجمالي إرادات موازنة الحكومة العامة 4 تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالي مصرفتها 9 من 10 تريليون جنيه وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمتها بدأت الحكومة سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر بإجمالي نحو 20% من المتأخرات وذلك من خلال خطة المجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة وخلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة ملف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بمصر أكد مدبولي حرص الدولة على اتخاذ خطوات مكثفة في ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية وذلك من خلال البدء في تنفيذ ألية محكمة هذا وتناول الاجتماع استعراض موقف تأمين امدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية وكذلك متابعة خطط وأعمال البحث والاستكشاف والعمل على زيادة قدرة الانتاجية لمصافي التكرير المصرية لزيادة الانتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تقديره وفقره بدبلوماسية مصر القديرة والشامخة على مر العصور والتي استطاعت أن تحمي مصالح مصر العليا وأمنها القومية في أوقات السلم والحرب في مراحل التوتر والأزمات وفترات الاستقرار والبناء والتحديث وأضف شكري في كلمته بمناسبة الاحتفال بيوم الدبلوماسية المصرية أن الاحتفال هذا العام يأتي في ظل واقع إقليمي ودولي شديد التعقيد وتحديات تضع على عاطق الدبلوماسية المصرية مسؤولية التعاطي معها بيقظة بالغة ورؤية ساقبة وحلول مبتكرة استقبل وزير الخارجية سامح شكري وفدا من حركة فتحة برئاسة محمود العلول نائب رئيس الحركة وخلال اللقاء أكد شكري على حتمية وضع حد النهائي للكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية وممارسات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين مشددا على ضرورة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2728 والبناء عليه لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان كما أكد شكري على المسؤولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان الإنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات إلى قطاع غزة من جانبه أعرب الوفد عن شكر وتقدير القيادة الفلسطينية وجميع الشعب الفلسطيني للموقف المشرف الذي تتبناه مصر لدعم القضية الفلسطينية وأحل أزمة قطاع غزة تلقى وزير الخارجية سبح شكري اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ودفاع لجمهورية آيرلندا ميهول مارتن للتشاور حول تطورات الأزمة الراهنة في قطاع غزة وجهود وقف إطلاق النار واحتواء الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع وخلال الاتصال حرس وزير الخارجية على إطلاع نظيره الأيرلندي على نتائج الاتصالات التي تجريها مصر لتحقيق الوساطة بين حماس وإسرائيل للوصول إلى هدنة تفدي إلى وقف دائم لإطلاق النار مشددا على ما تفرده المأساة الإنسانية التي يعيشها أبناء قطاع من حتمية تكاتف الجهود الدولية للضغط على إسرائيل للتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام وفتح المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع وإزالة كفة العوائق أمام وصول المساعدات لجميع مناطق القطاع بما في ذلك الشمال غزة قال متحدث باسم الخارجية القطرية إن قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة لم يكن له تأثير فوري على المفاوضات الجارية إلى ذلك قال مسؤول إسرائيلي كبير إن تل أبيب استدعت مفاوضيها من الدوحة بعد أن اعتبرت محادثات الوساطة بشأن هدنة في غزة وصلت إلى طريق مزدود بسبب مطالب حماس بدوره قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن هذه المطالب تظهر أن الحركة لا تكترث بالتوصل إلى اتفاق بحسب زعمه دعا المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية يانس لاريكا إسرائيل إلى إلغاء قرار يمنع وصول المساعدات الغذائية إلى شمال غزة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين العنروا وأضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية في مؤتمر صحفي أن المدنيين الفلسطينيين يواجهون موتا قاسيا بسبب المجاعة في شمال القطاع مطالبا إسرائيل بالالتزام بأحكام قانون الدولي أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 32 ألف وأربعمائة وأربعة عشر شهيدا وأربعة وسبعين ألف وسبعمائة وسبعة وثمانين مصابا منذ السابع من أكتوبر وفي بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى استشهاد واحد وثمانين فلسطينيا وإصابة ثلاثة وتسعين آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نقلت وكالة أنترفاكس للأنباء عن جهاز الأمن للتحدي الروسي أنه أحبط هجوما قام به متعاون مع فيلق المتطوعين الروس وهو مجموعة من المقاتلين الروس المتحلفين مع أوكرانيا في منطقة سمارة الروسية وذكرت أنترفاكس نقلا عن جهاز الأمن الاتحدي أن المهاجمة فجر نفسه بعبوة ناسفة خلال إلقاء القبض عليه أعلن حاكم ولاية ماريلاند الأمريكية ويسمور حالة الطوارئ في الولاية إسر انهيار جسر في بالتيمور جرف في سقوطه سيارات ونحو عشرين شخصا في الماء وأوضح حاكم ماريلاند أن السلطات في الولاية تعمل مع عدة وكالات حكومة على استخدام الموارد الفيدرالية لازمة لتعامل مع الحادث ترجمة نانسي قنقر أعلن وزير الدخلية التركية علي ييرلي كايا القبض على 147 شخصا للاشتباه في علاقتهم بتنظيم داعش الإرهابي في عمليات على مستوى البلاد وأوضح الوزير التركي أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه بهم في عمليات متزامنة في 30 إقليما لفتا إلى نشاط المشتبه بهم داخل التنظيم وانخراطهم في صراع مسلح ضمن التنظيم ومساعدتهم في تمويله أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل خمسة صينيين في شمال غربي البلاد وأوضحت الشرطة أن تفجيرا انتحاريا استهدف عربة الضحايا ما أصفر عن مقتلهم بالإضافة إلى سائقهم المحلي أعلنت كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي أن بيونج يونج سترفض أي اتصال أو مفاوضات مع اليابان وإتي ذلك بعد يوم فقط على إعلانها أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا طلب عقد قمة مع شقيقها وأنقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في بيونج يونج عن شقيقة الزعيم الكوري الشمالي قولها أن حكومة بلادها مدركة جيدا لموقف اليابان وأنها سترفض أي اتصال أو مفاوضات مع توكيو حثت الصين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على التوقف عن تسييس قضايا الأمن الإلكتروني وتشويه سمعة بكين وفرض عقوبات أحدية على البلاد وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي اعتيادي إن هذا النهج يمثل مناورة سياسية بحتة من جانب واشنطن ولندن لإعادة صياغة ما يسمى بهجمات إلكترونية نفذتها الصين وفرض عقوبات على أفراد وكيانات صينية وكان مسؤولون أمريكيون وبريطانيون قد أعلنوا فرض عقوبات على بكين متهمين إياها بشان حملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق قيل أنها طالت الملايين من الأشخاص نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية قافلة السعادة بقرية ميت المخلص وشهدت حفلة إفطار ألف أسرة وفقرات ترفيهية للأطفال ورسم على وجوههم وتوزيع هدايا وألعاب تعليمية وتوعية بمخاطر التدخين والإدنان وندوة دينية وأنشطة ترفيهية بالتعاون مع وزارة الثقافة نحن النهاردة في قرية ميت المخلص تابعة لمركز زفتة إحدى كرة حياة كريمة دايما بنقول حياة كريمة هي بس مش مباني وترق ومدارس حياة كريمة فيها جزء خاص ببناء الإنسان قافلة السعادة النهاردة نحن نازلين بنستهدف كل أفراد الأسرة معانا جهات شريكة وزارة الثقافة والفعاليات الجميلة الترفية بتاعتهم معانا كمان النهاردة نجلس القامل الأمومة والطفولة والندوات التوعية اللي بيقدموهنا وبيقدموها لولادنا وكل ما يخص الأسرة بنحاول نحن نقدم جانب توعاوي في شكل ترفيهي يعني عندنا لعبة السلم والتعبان نحن بنقدمها في صورة السلم والدخان لعبة للأطفال بيشاركوا فيها المهاردة بنحاول نقدموهم المعلومة كتوعية من قدرات التسخيل المخدرات بس بصورة ترفيهية هما يستنتجوها من نفسهم حيث أنها تثبت في ظنهم بصورة أفضل كما شادت القافلة وجود سيارة متنقلة تجوب القرى وشوارع القرية لتقديم التوعية بشكل ترفيهي للكبار والأطفال نحن من العمل الجميل أن نشارك في رسم البهجة والسرور على وجوه أهلنا في محاصر الغربية وخصوصا أن نحن في أيام مباركة أيام شهر رمضان المبارك طبعا كل سنة وحضرتكم طيبين ودايما مبادرة حياة كريمة أيمة جهود عظيمة مع شبابها ومع كل أهلنا في الغربية وجمهورية أكمل الحقيقة إحنا كمؤسسة حياة كريمة بشكل كل أيمين على التنظيم عندنا تيمات خاصة بالاستقبال لديوفنا الكرام اللي هيكون متواجدين النهاردة عندنا تيمات خاصة بالمطبخ لتجهيز الوجبات عندنا تيمات حاليا متواجدة مع السيارة المتنقلة اللي بتجوب عنحاء قرية ميت المخلص بمركز زفتة علشان تنشر البهجة والسعادة للأطفال الكبار عن طريق تقديم الطوية لهم بشكل طرفيه قافلة السعادة واحدة من قافل السعادة ضمن مبادرة السعادة التي أطلقتها حياة كريمة والتي تضم عددا كبيرا من الأنشطة والخدمات التنموية بما يسهم في النهاية بضمان حياة كريمة لكل مواطن في جامع محافظات مصر نظمت مدرية الصحاب دميات قافلة طبية بعزمة منزين التابعة لقرية ناصرية وتم توقيع الكشف الطبيع على المواطنين من خلال 12 عيادة تخصصية بالإضافة إلى تحويل حالات حارجة لتلقي العلاق بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة وإجراء تحليل معملية وأشعة عادية وسونار النهاردة في القافلة موجود 11 عيادة تخصصية كل عيادة بيكون فيها الطبيب اللي موجود طبيب أغصائي واستشاري معنا فريق طبي من الأطباء والأغصائيين والاستشاريين والسادل والتمريد كلهم على أعلى مستوى هدفهم أن هم يقدموا خدمة طبية بجودة عالية للمريد دورة المريد بتبدأ في القافلة من أول شباك التذاكر المريد بيقطع التذكرة الخاصة به طبعا ده بيتقدم له مجانا بعدها بيتوجه للعيادة اللي مطلوب الكشف فيها الطبيب يكشف عليه لو الطبيب شايف أن المريد محتاج يتحول عيادة تانية بتحويل داخلي فبيحولوا للعيادة تانية عشان المريد يقدر ياخد خدمته من كشف أو علاج لو الطبيب برضو شايف أن المريد محتاج عشان نقدر ناخد قرار صائب طبي ناحية المريد إن احنا ممكن نعمله أشعة عادية أو صنار في القافلة فبيوجهه القسم الأشعة لو ما يحتاج تحليل بنوجهه القسم المعمل عشان يقدر يعمل التحليل الطبي الخاصة به نهاية دورة المريد في القافلة بتنتهي في الصيدلية اللي فيها أكتر من 150 صنف دوائي بيغطوا كل التخصصات الطبية اللي موجودة معنا القافلة الطبية دي تاني مرة جي لنا السنة دي من خلال ثلاث شهور كانت موجودة هنا كل التخصصات الطبية طبعا القافلة الطبية بتغطي في النصرية ومجموعة القرى المحيطة بنا تابع القافلة الطبية تابع وزارة الصحة بدعم وإشراف رئيس الجمهورية رئيس عبد فتاح السيسي أنا جيت وقطعت كشف حوليني كشفين وتحليل والكافلة حلوة والناس حلوين وعملين الواجب في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة انطلقت قافلة علاجية مجانية بمنطقة المحمودية في أسوان ضمت القائمة ثمانة خصوصات إضافة للصيدلية التي قدمت أكتر من 130 صنفا من الأدوية بالمجان كذلك تم إجراء الفحوصات المعملية سواء الدم أو الطفيليات والأشعة أيضا بالمجان القوافلة العلاجية هي عبارة عن مستشفى ميداني متنقل بنجيوب قرى ونجيوب محافظة أسوان للوصول بالخدمة الطبية لأهلنا والناسنا في المناطق المحرومة والأكثر احتياجا القوافلة العلاجية زي مولت حضرتكم مستشفى ميداني متنقل النهاردة قافلة العلاجية بننفذها في حي المحمودية تابع المركز أسوان النهاردة وبكرة النهاردة قافلة الطبية بتضم 8 تخصصات طبية مختلفة معنا معنا خدمة الأشعة العادية معنا خدمة الأشعة التلفزيونية معنا اثنين معمل معمل التفايليات ومعمل الدم معنا الصيدلية في أكثر 130 صنف الكشف والعلاج في القافلة المجانية بالمجان بنبدأ فعاليات القافلة بعمل ندوة صحية تسخفية لسكان المنطقة بنتكلم في جميع الموضوعات الطبية التي تخصهم وكيفية الحصول على خدمة صحية كاملة متكاملة سواء في القافلة أو في المستشفى أو في الوحدة الصحية نحن نبكي النهاردة بنتكلم بصدد تنفيذ قافلة طبية مجانيا جميع التخصصات الكشف والعلاج مجانا وطبعا القافلة دي تتبع مدريت الصحة وتبع حياة كريمة وأنا بنتهز هذه الفرصة ببعث رسالة شكر وتقدير لسيد الرئيس عبد فتاح السيسي الراجل البطل بطل هذه المرحلة نحن النهاردة نستقبل القافلة الطبية الكشف فيها مجانا ونشكر سادة الرئيس ونشكر حياة كريمة اللي هم أدونا أتحونا الفرصة دي للناس الغلابة والشعب الطيب اللي هنا اللي هو الكشف مجانا والعلاج مجانا تتميز واحد سيوا بتمرها ذات المذاق الخاص التي يقبل على شرائها المصريون والأجانب خلال زيارتهم للواحة الخضراء ولا تخلو أي مائدة رمضانية من الطمور السيوية التي يتم تصديرها كذلك إلى عدة دول هنا في الصحراء الغربية وتحديدا واحد سيوا التي تعد من أهم المناطق بمصر انتاجا لأنواع متعددة من الطمور والتي تتميز بجودة الانتاج تتلقى قبولا كبيرا في الأسواق المحلية واحد سيوا تتميز بطمورها التي لها مذاق خاص ويقبل على شرائها المصريون والأجانب خلال زيارتهم للواحة الخضراء ولا تخلي أي مائدة رمضانية منه كما أنه يتم تصديره إلى عدة دول واحد سيوا بتشتهر بأصنف تير جدا من الطمور وعلى رأس القائمة التي تشتهر بها وعلى صنف السيوي والصنف البرحي الذي بدأنا نزرعه قريب جدا والصنف المجدول وده طبعا بيرجع بفضل توجيهات سؤال الرئيس الجمهورية أن نبدأ نزرع الأصناف المطلوبة في الأسواق العالمية بحيث أن نستطيع أن نتواكب مع متطلبات السؤال العالمية واحد سيوا بتشتهر بأصناف تير جدا على رأسها صنف الشيكو جبيل والتطاقت والغزالي وصنف الشيخ وفي أصناف تدغخت وفي صوابع العروس وفي الفريح طبعا بأنواع المختلفة اللي هو النواشف لكن اللي احنا بنستخدمه داخل المصانع وزي بيتم عليه أصناعها كاملا اللي هو صنف السيوي اللي احنا بنقدر نوجده بكميات كبيرة جدا وده بيميز واحد سيوا أنه فيه كميات كبيرة جدا من الصنف ده وهناك أنواع عديدة للتمور بواحد سيوا منها السيوي والغزالي والفريحي وصوابع العروسة كما يتم تصنيع منتجات للتمر المصنع هنا بيشتغل في السيوي الصعيدي مراحل التصنيع بعد ما بنستعمل مزارعين ومنمر بالمرحلة الأولية بقى خالص مراحل التصنيع عندنا اللي هي أول حاجة خط الغسيل بيتم غسيل البلح بعد كده بيدخل التكفيف هو مش تكفيف تام لأنه هو البلح نصف جاف فاحنا بنحاول نوصل لدرجة اللي هي نصف جاف للي هو بيبقى ناشف تماما ولا اللي هو طري بحيث أن المية أو الرطوبة دي بتقلل صلاحية الشيء عموما يعني مش التمر بس بس بعد ما بيطلع من التكفيف بيدخل مرحلة تهدئة يبرد يعني تقدر يبرد يهدى شوية بحيث نقدر نتعامل معاه بيبتدي بعد كده مرحلة فرز فالطمور من الصنف السيوي تمر على عدة مراحل خلال تصنيعها حيث يتم استلام الطمر في المصنع ويمور بمرحلة الغسيل ثم وضع داخل نفق التكفيف ثم نقله إلى نفق التبريد ثم تبدأ مرحلة الفرز ثم التعبئة والتغليف أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا معلوماتيا حول سياحة اليخوت البحرية في مصر وأشار التحليل إلى أن سياحة اليخوت تعتبر مصدرا مهما لزيادة تدفقات العملة الأجنبية حيث تعد سياحة اليخوت فرصة اقتصادية قوية لأي دولة تستطيع استغنالها خاصة تلك الدول المطلة على البحر المتوسط حيث تتركز نصف سياحة اليخوت حول العالم في البحر المتوسط ويبلغ عدد اليخوت به أكثر من 30 ألف يخت سياحي سنويا كما أوضح مركز المعلومات أن الدولة وضعت إطارا تشريعيا ومؤسسيا لسياحة اليخوت بجانب خطة استراتيجية مع الجهات المختصة ذات الصئة وقع تحالف شركة أديس للحفر وشركة غارب للخدمات البترولية وشركتين سوق وأسوق للبترول اتفاقيتين للخدمات الاستكشافية والانتاجية في بعض مناطق الحقول المتقادمة بخليج السويس وتعد الاتفاقيتان نتاج أول مزايدة عالمية من نوعها درحتها الهيئة المصرية العامة للبترول للحقول المتقادمة في عام 2023 بخليج السويس تشارك مصر في معرض أعتوم إكسبو 2024 الذي تستضيفه مدينة سوتيشي الروسية تحت شعار الطاقة النذيفة خلق المستقبل معا وذلك بمشارقة 75 دولة ترتكز جلسات المعرض على التغيرات المناخية المحيطة بالعالم واستعراض الرؤى المختلفة ودور الطاقة النووية في الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة تحديات المناخ التغيرات المحيطة بالعالم والرؤية الواضحة للمستقبل المدعومة بخطة راسخة وابتكارات وإنجازات علمية وتكنولوجية محاور تصدرات الجلسة الافتتاحية في أول أيام معرض أعتوم إكسبو 2024 والمنعقد بمدينة سوتيشي بروسيا تحت شعار أطلاقا نظيفة خلق المستقبل معا المؤتمر الذي شهد مشاركة مصرية فعالة أكد على التعاون بين مصر وروسيا في مجال الطاقة النووية في إشارة إلى محطة الضبع النووية التي تعتبر ثورة صناعية على أرض مصرية لا يوجد شك أن المحطة النووية بالضبع ستساهم في توفير طاقة خضراء نظيفة آمنة تحافظ على البيئة تساعد في الارتقاء بالبنية التحتية والمجتمع المحيط تساعد على تحقيق المساواة بين الجنسين حيث لا فوق بين هجل ومرأة في التحاق بالعمل في المشروع النووي إلا بالجدارة تساعد أيضا على الارتقاء بمستوى الحياة بتوفيرها لطاقة كهربية موثوقة بسعر مناسب لا يوجد شك أن المحطة النووية بالضبع ستساهم في تحقيق الارتقاء بالصناعة في تحقيق الحوكمة للمؤسسات والشفافية لأن البرامج النووية تعتمد على الشفافية والإفصاح وعلى التعاون الوسيق بين هيئة المحطات وبين المجتمع الدولي أكثر من 4500 مشارك من 75 دولة جمعهم معرض أتوم إكسبو لمناقشة المستجدات والتطورات في مجال الطاقة النووية وكيفية الاستفادة منها للتحول إلى الطاقة النظيفة نرحب بكم في مدينة سوتي الجميلة التي ينعقد فيها المؤتمر للمرة الثالثة عشر مثل ما جرت العادة أن نقيم هذا المنتدى في هذه المدينة طبعاً الشيء الذي نلاحظه وهو الأهتمام المتزايد بما يسمى الطاقة الخضراء ومثلما تعلمون الطاقة النووية تدخل تحت هذه العلامة وكذلك الأهتمام المتزايد لدى الرأي العام العالمي لهذه الطاقة التي هي ليست مضرة بالبيئة وطبعاً هذا الموضوع هو موجود على جهة الأعمال هذا المنتدى وستتم مناقشته في مختلف الجلسات التي سيتم إجراؤها خلال هذه الفعاليات يناقش المنتدى على مدار يومين دور الطاقة النووية في الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة تغيير المناخ ويتضمن جلسات عامة بالإضافة إلى مناقشات لمائدات مستديرة وحلقات نقاشية بمشاركة مجموعة واسعة من المشاركين من مختلف دول العالم انتلاق المنتدى الدولي للطاقة أتم إكسبو في نسخة الثالثة عشر الفين أربعة وعشرين بمشاركة مصرية وعدد كبير من الشركات الدولية والأجنبية يؤكد أن الاتجاه نحو الطاقة النظيفة أصبح أمراً واقعاً لا محالة لتحقيق هدف الترمية المستدامة والحفاظ على البيئة من مدينة سوتشيا روسية محمد الخطيبة التلفزيون المصري يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأربعاء تقص حار نهاراً على قاهرة كبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ما إلا البرود على السواحل الغربية الدافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد ما إلا الحرارة على جنوب الصعيد وسود ليلاً وفي الصباح الباكر تقص بارد على أغلب الأنحاء وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن جمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر 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 وبأخبار التقص نصل إلى نهاية نشط التسعة وتبقى التذكير بالعنوين خلال استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم الرئيس أسيسي يوجه بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام وزيادة النمو الاقتصادي الحكومة تبدأ سداد مستحقات الشركات الأجانب في المشروعات البترولية بإجمالية نحو 20% من المتأخرات وزير الخارجية يستقبل وفدا من حركة فتح الفلسطينية ويؤكد على حتمية وضع حد نهائي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة